موسيقى الأسبوع اللي غير وجه التاريخ أحبائي جينا لختام هذه السلسلة الدراسية عن الأسبوع الأخير من حياة الرب يسوع وذهبنا إلى مناطق عديدة رحنا لقيصرية فليبوس بالشمال إلى بحيرة طبرية إلى الناصرة إلى الصحراء ثم في مدينة القدس من جبل الزيتون جبل صهيون رحنا لفيا دالوروسا طريق الألام كنيسة القيامة وبستان القبر وهكذا أماكن عديدة زرناها خلال هذه السلسلة عاوز أختم وأقول أن موضوع فداء المسيح لم يكن صدفة ولم يكن عبثا فقلنا أنه كان في فكر الله الأزلي اللي أعد الحمل قبل تأسيس العالم وأن خطية الإنسان لم تكن مفاجأة لله لكن الله جهز وأعد الذبيحة حتى تكفر عن خطية الإنسان بوضع اليدين حتى مستقبلا بالإيمان سيأتي الذبيح الأعظم ويأخذ خطايا البشرية ويكفر عنها ثم أحبائي شفنا تتميم نبوات العهد القديم مزمور 22 بالتحديد ومزمور أشعية 53 ونبوات عديدة اللي بتتكلم عن الآلام عن الصلب عن الموت وعن قيامة يسوع المسيح ثم أحبائي شفنا من الرموز في العهد القديم من خروف الفصح من الحية النحاسية من آية ينان وهكذا صور جميلة جدا اللي بتعبر عن موت يسوع المسيح في مدينة الناصرة شفنا الملاك بيخبر البشارة الصارة يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطياهم رأينا يحن المعمدان يتنبأ ويقول هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم شفنا أن المسيح هو نفسه تنبأ عن نفسه في صور كثيرة وفي أقوال كثيرة أنه جاء لهذا الغرض أن ابن الإنسان سيذهب إلى أرشليم يسلم إلى رؤساء الكهنة أنه يصلب يموت وفي اليوم التالت يقوم فصرنا في كل هذه الأحداث مع الشخصيات اللي لعبة دور في صلب يسوع المسيح رأينا القبض على المسيح أو قبل القبض رأينا دخول المسيح في موكب انتصاري هتفت الجماهير أوصلنا لابن داود مبارك الآتي باسم الرب آه يا رب خلص وشفنا كيف في هذا الأسبوع المسيح بيطهر الهيكل وبيلعن شجرة التين حتى يفضح الرياء خطية الرياء ومظاهر التدين الخارجي وأيضا يعني كل شيء لا يمجده ثم أيضا شفنا العشاء الأخير الفصح تنبأ عن الشخص الذي ينكره وعن الشخص اللي راح يسلمه ويخونه ومنشوف أنه بروح لبستان جتسماني وهناك يلقى القبض عليه بيخدوه إلى بيت قيافة ليحاكم المحكمة الدينية أمام حنان أمام قيافة ثم أمام مجمع السنهادريم يحكم عليه بتهمة التجديف ومن هناك يستمر الموكب إلى دار الولاية بلاطوس حاول أن يبرق المسيح لكنه أخيرا حكم على يسوع المسيح بالجلد والصلب والموت أيضا ثم رأينا أن المسيح يسير في طريق الآلام فيا ديلا روسا وهو حامل الصليب تحت عبء الآلام إلى مكان يسمى جمجمة أو جلجلة وهناك صلبة مع للصين واحد منهم آمن بالرب يسوع المسيح ورأينا أن المسيح مات فعلا وكفنا جسده في قبر جديد ثم قام من الأموات في اليوم الثالث وظهر لتلميزه ظهر لمريم المجدلية ظهر لتلميزي عمواس ظهر للتلميز في العلية معتومة ظهر للتلميز على بحيرة طبرية هذه الظهرات أكدت مصداقية دعوة يسوع المسيح وأنه فعلا تعين ابن الله بقوة القيامة ثم شفنا أن المسيح من جبل الزيتون بيعطي المأمورية العظمة ويصعد أمام التلميز إلى السماء كل هذه الأحداث في الأسبوع الأخير وطبعا أربعين يوم ظهرات قبل صعوده إلى السماء هذه عملية الفداء كلها صارت من أجلك ومن أجلي حتى الرب يكفر عن خطيانا يغفر خطيانا ويمنحنا الحياة الأبدية المسيح ترك السماء وفعلا قدم نفسه على الصليب فدية كفارة موتا بديلا عنك وعني حتى يعطيك الحياة ويعطيك التبرير ويعطيك الحرية والمصالحة ويصير إلنا الدخول إلى الأقداس بدم يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر